الصراع السياسي على المناصب والمكاسب تحتد وطيرته في العراق في ظل انتشار الفساد والمحسوبية واستمرار نظام المحاصصة في بلد تتقاذفه آثار الاحتلال الأمريكي من جهة وسيطرة إيران وأدرعها الميليشياوية على الحكومة ومفاصل الدولة في بغداد من جهة أخرى الأحزاب التي دفعت محمد السوداني لرئاسة الحكومة الحالية هي ذاتها تحاول اليوم وبطرق مختلفة إسقاطه بحسب موقع ميديالين الأمريكي الذي ذكر أن الأحزاب التي دعمت محمد السوداني تنظم صفوفها لإسقاطه حيث يعتزم لإتلاف الحاكم الدعوة لانتخابات مبكرة في محاولة للإطاحة به وترى بأنه أصبح ورقة منتهية الصلاحية لذلك تسعى لإزاحته عن المشهد وعلى رأس من يريدون ذلك نور المالكي صاحب النفوذ الواسع في الإطار التنسيقي يجب على من يريد أن يدخل للانتخابات وهو في الصمقة التنفيذية إما أن يدخل ويستقيل حتى لا يستفيد من الإمكانيات الدولة كما حصلت في خمس محافظات أو يبقى مستمر في صلتة تنفيذية محل إلى شغل به ولكن لا يشترك بالانتخابات فيما قال المرصد الإعلامي العراقي إن الأدرؤ الإعلامية للأحزاب غيرت لهجتها تجاه السودان من الترويج له إلى الهجوم عليه وفتح ملفات فشله الإداري من جانب آخر فإن نور المالكي نقل رسائل سرية إلى مقتدى الصدر للاستفسار عن إمكانية عودته إلى الحياة السياسية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقا لموقع ميدل إست مونيتر في خطوة لتبديد مخاوف المالكي من التحالف الذي تم بين السودان وقيس الخزعلي ومحاولة لخلق موازنة من خلال التحالف مع الصدر الصراع المحتدم بين السياسيين وتغول ميليشياتهم في مؤسسات الدولة انعكس بشكل واضح على من تم تكليفه لمناصب الهيئات والمدراء العامين فإن جميع المرشحين لهذه المناصب كانوا من الأحزاب والكتل السياسية ما يرسخ مفهوم الدولة العميقة فضلا عن المناصب العليا التي من خلالها يتم التمدد والنفوذ في جميع المجالات